السيدس محمد برضو عرف رأيك في ما يحدث في التحكيم في مصر وقبول استقالة مارك كلاتنبرج الخبيل التحكيمي لحكام مصر تمام تطوين التحكيم هو يعني بداية ان كان طبيعا ان احنا نوصل للمرحلة دي ده يصل لها مؤكد يعني بعد في ظل حالة الفوضى اللي محن موجودة تستيب السباب الشتايم التجاوزات الخروج على النص ضد اي حد وما حدش عارف يأخذ حق ولا باطل فهتيجي قدام حد هيقدر يأخذ الحق منك ودي فيها مش بقى واحد بتشتم في مصر لا ده انت سمعة البلد كلها بقى تعلم حق علشان انت تجاوزت يعني انت لما تلاقي احنا المفروض بتصرف ماليين الدولارات ولا كتير جدا علشان تعمل حاجة طيبة للبلد وتقدم صورة ايجابية وصورة كويسة فالما تطلع على صحف عالمية وكبيرة زي الصان والمرر والدني ميل تتكلم على ان مارك كاتنبرج الحكم الانجليز المعروف فر من مصر خوفا من تهديدات وخوفا من شتايم والتهمات ووسائل اعلام بتدخل وتتهموا في حاجة في الدنيا اسمها التهم يعني ده كلام اللي تقال على احد القناة تلفزيونية تهم الحاجة الاشتجوز والحاجات دي كلها يعني انا كنت بكلم من احد المقربين من مارك وهو على تواصل معها الحقيقة يعني فقال لي اللي فجر العملية ان بنته شافت الحاجات دي قبل هو ما يعرفها يعني فقالت له بابا انت كذا فطبعا قالت له بابا وقالت له بابا وقالت له انت كذا فطبعا دي كانت عملية يعني حاجة صادمة لمارك حقيقة احنا ليسا مندفع عن مارك احنا مندفع عن مصر عن حقينا عن احنا بلد نستحق نكون عندنا قيم واخلاقيات واداب وما بادئ الكل يحترمها ان محاجة يكون فوق القانون يعني ما يكون حد بيتطول ويتجاوز طول الوقت في امة لا اله الا الله في كل المصريين بلا حدود وبلا قيود ومعهم ان يتجاوزون برضو الامور تبقى ماشية كده كابتن اكيدها نوصى في نهاية الكارثة زي اللي احنا وصلنا لها فانت وصلت المرحلة صعبة جدا احنا عايزين من اللي جيب حق المصري من اللي حصل ده يا كابتن ارصام من اللي جيبنا حقنا ان البلد اتكالت عليها فر البلاتي ما يضحك الراجل ده لو كده كان رده بقى ايه وانت عارف وانا عارف وانتو مالكو بالزبط يعني لا يعني دلوقتي لما السفارة بتاعي تقوله امشي من مصري يعني ده بكلام وهو يطلع يقول الكلام ده وتطلع الصحف تقول فر وهرب وان الامور هك مش جيدة وانا خاف عن نفسي وبتعرض لهجوم من جماهير ومن اعلام فهذا امر غير لا يلقي بمصر على الاطلاق دلوقتي الاتحاد الكورة قرر قبول استكالة مارك وقرر في نفس الوقت تعيين خبير اجنابي انا طبعا بضم صوته لصوت الكاتلين على الاسلام ايه ده ما ايه ده حاجة كارثية كارثية يعني وكل الحكام في مصر وكبار الحكام في مصر يعرفون من هو ما ايه الحقيقة يعني وزي ميش من الاتحاد الافريقي فهذا يعني لا يصلح ان يطور التحكيم في مصر على الاطلاق يعني ما لم تقتل ليه بخبير اجنابي على مستوى عالي وعلى كفاءة عالية فانت مش هت خلاص يبقى المصري افضل وعندنا مصر كفاءات كتيرة جدا يعني فالامور الحقيقة صعبة جدا والان يعني باتة واضحة نعم نعم تقولت ايه في الاخر عندنا في مصر كفاءات كبيرة طبعا عندنا 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 اه ولكن لا يمكن يعني اذا كان رجل اجنابي لم يتحمل ما يحدث وبالتالي لا لان الرجل الاجنابي يا كابتن مقبلش اضغط من حد وما حدش يعني خد الكابتن اسلام ده وديه للفرقسين وخد الكابتن اسلام وديه للفرقساد وخد الوصول ده هو الكلام ده ترفض وانتهى فاتعرض لهجوم فهم عادي حد يقدر يستجيب للحاجات دي اعتقد ان الامور باتت صعبة جدا والموقف باتت صعبة واتحادي كنا نفسه باتت في مزق في هذا الامر الحقيقي يعني في بس اتحاد الكرة كانت زاوية ضيقة انه اما وان الراجل طلب الاستقالة فهذا يعني اقامت عليه حد اللي هو شرط الجزائي ده مش صحيح